موسيقى الانطلاق الثاني لحركات 20 فبراير ستكون ما بعد 25 نوانبير لأنه الآن ما تقوم بالسلطة هي الحملة استباقية لنكسة 25 نوانبير هذه الحملة الاستباقية بدأت باعتقالات تحقيقات مضايقات تعنيف بجموع هذه الأمور من أجل أنها تنقدم الوجه في نسبة المشاركة التي ممكن تكون في انتقابات وأنها تحاول ممكن تجهد هذه النداء المقاطعة التي تراهن عليه حركات 20 فبراير من أجل أنها تفضح الغش في هذه اللعبة التي ليست متوازنة التي كانت اعتبرها أنها ليست ديمقراطية ونزية ومتحكم فيها عن قرب ومتحكم فيها عن قرب وبشكل واضح زيما أصبحت معالمة واضحة وبالتالي أنا تراهن على عدم المشاركة المغاربة في الانتخابات وهذه المرة المغاربة ليست فقط تجهد عدم المشاركة ولكن لأنه قدامهم واحد الحركة التي هي موجودة والتي هي حركة إكسبات شرعية في الشريع والتي هي الفاعل الأساسي الأول في المغرب والتي هي حركة 20 فبراير غير تحقوبها من أجل الاحتجاج ومن أجل التعبير لهم على أنها لا شيء تغيير وأن نرى نفس المفسدين ونفس الناس الذين كانوا الأوجه القديمة لجرات البلاد لهذه الحافة لفساد والاستبداد همانيت اللي غادي يرجعوه همانيت اللي غادي يحكموه همانيت اللي غادي يشرعوه همانيت اللي غادي يبقوا في السلطة وبالتالي فالأمل كله الأمل يعني في نسبة مشاركة جد متدنية وفي التحق الناس اللي قاطعوا انتخابات ما تكونش فقط مقاطعة سلبية بل تكون مقاطعة ومن بعد الخروج للشارع للإحتجاج على عدم القبول بهذا الشكل دي اللعباء اللي هو لا يضمن يعني الممارسة الديمقراطية